هو الدولة أقدمت على استراتيجية جديدة لتطور التعليم للمرة الثالثة والربعة بقول ليست استراتيجية وزارة التربية والتعليم وإنما استراتيجية الدولة المصرية أكتر من 200 عالم من العلماء المتخصصين من مصر ومن خارج مصر من قاعدين في مصر من المصريين والمصريين في الخارج العلماء شاركوا في وضع هذه الاستراتيجية اللي أعلنها وزير التعليم طارق شاو لن أدخل في تفاصيل فمن يشرحها القائمون عليها في وزارة التربية والتعليم لكني مؤمن إيمان منقطع النظير إيمان مطلق بأن ما يجري الآن من محاولة جادة هتنجح لتطوير التعليم هي محاولة وحيدة لم يسبقها أي محاولة جادة مدعومة بإرادة سياسية قوية زي هذه المرة